لنقاش آخر مستجدات ثورة تشريين لنحارية اليوم يحضر معنا في ستوديو العراق اليوم الكاتب والبحث السياسي دكتور فالح خطاب أهلا بكم مرحبا دكتور الحصيلة اليوم في النصرية استشهاد 22 متظاهرا وحصيلة الجرحة تفوق 150 لماذا التركيز منذ أسابيع على النصرية وذيقار بسم الله الرحمن الرحيم النصرية لها تاريخ طويل في النضال لها تاريخ طويل في المواجهات لها تاريخ طويل في صبر أهلها معظم أهلها فقراء أهلها بالمناسبة كثير من شبابها شاركوا مع ما يسمى الحجد الشعبي في الموصل وغيرها وبالتالي كان جزائهم هذا الجزاء الذي نراه اليوم على أي حال هذه المدينة مدينة معروفة بكفاحها معروفة بصبرها وصمودها وشبابها شباب أحرار لا يقبلون الضيم ولا يقبلون الظلم ونبعثوا هكذا بهذه القوة التي نراها وأيضا من الأسباب اليوم لهذه القسوة أن المدعو عادل عبد المهدي هو من هذه المدينة وهكذا يكافئها وهكذا يتعامل معها بهذه الطريقة الإجرامية تعيينه لجميل الشمري هل كان ممنهجاً أم مجرد صدفة لمحاولة السيطرة على الأوضاع؟ ليست صدفة هذا المجرم الذي مسمى جميل الشمري هذا كان في العقائد عمليات البصرة وقتل 18 متظاهر في ذاك الوقت قبل سنة والبرلمان تحرك من أجل إزاحته اضطر حيدر العبادي لإقالة من المنصبة في محافظة ديالة فعل الأفاعيل ارتكب جرائم بحق الناس هجر كثير من القرى من أماكنها استولى وصادر وجرف كثير من البساتين وديالة محافظة فيها كثير من البساتين محافظة خبراء هذا رجل مجرم ذو سوابق وبالتالي تتعمد عادل عبد المهدي إرساله إلى هذه المدينة المناضلة البطلة يؤكد أنه كان ليس بهدف إقرار الأمن بل بهدف ترويع هذه المدينة وإقامة الجرائم لأنه يعرف أن هذا مجرم ذو سوابق وبالتالي لا يكون الاعتماد عليهم ماذا تمثل إقالته لاحقاً بعد كل هذه الحصيلة الثقيلة من الشهداء؟ المشكلة هنا المشكلة في كلمة إقالة هذا بدل أن يعني يستدعى يلقى القبض عليه ويحال إلى محكمة عسكرية فقط نسمع أنه أقيل هذا طبعاً يعني تواطع واضح مع هذه الجريمة هذا الآن يبحثون عننا الناس من أجل الاقتصاص من عنده هذه مشكلة الناس مشكلة الثوار مشكلة هذه الثورة مع هذا النظام الظالم الذي لا يرأي حتى المشاعر يعني هو يكتفي فقط باستدعاء أو سحب ماذا يعني هذا؟ هذا رجل مجرم ارتكب الدم مزيد من الدماء استدعي إلى محكمة عسكرية على الأقل حتى يعطي إشارة إلى الناس أن هناك محاولة جدية لتفهم مشاعركم أو تفهم مشاعر الشهداء إلى أي مدى يمكن القول بأن السلطة أزعجها أن هؤلاء المتظاهرين لازالوا متمسكين فقط بشعاراتهم وبسلميتهم ولم يلجأوا إلى وسائل أخرى من العنف وحمل السلاح هل يمكن القول بأنها تحاول استدراجهم إلى منعطفات أخرى؟ جداً هذا طبعاً جداً جداً مهم إدراك هذه القضية قضية سلمية الثورة واستمرارية سلميتها وعدم نزولها لأنه كما قلنا كما نعلم أنه معظم الضحايا والشهداء وكثير من أهالي الثوار هم يمتلكون السلاح في بيوتهم وهم عشائر يعني يعرفون كيف يردون على هذا النظام المجرم بأساليب دموية ولكن هم متمسكين بسلميتهم وهذا طبعاً يعطي يعني يسحب الحجة والذريعة من يد هذا النظام لكي يستخدم أقصى درجات العنف والبطش طبعاً بمناسبة في الناصرية اليوم استخدم أقصى درجات العنف ما بقت إلا طائرات لهليكوبتر تأتي الحربية أو الدبابات حتى يفعلون لكن لن يفعلون أكثر مما فعلوا اليوم كان هناك تنديد من قبل عديد من المنظمات والمراكز الحقوقية هل يمكن لهذه الجهات غير الحكومية أن تؤثر على الأقل في خفض نسبة استخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين السلميين يعني نبقى ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل نحن نبقى نتأمل نبقى نتفائل لكن نقول شيء واحد وكررناها هذه أكثر من مرة ومنمل من تكرارها لو قتل واحد في هونج كونج كان الناس يعني صار شكل آخر بل حتى اللي قتلوا في إيران موقف الولايات المتحدة كان متشدد أكثر من تشدد الموقف في العراق على ما فيه من جرائم وبالتالي نحن لا نقول أكثر من أننا نأمل ولكن أملنا يعني الشباب يقتلون الشباب يقتلون وأهل الجريمة والمجرمين مستمرين في جرائمهم لكن لا بأس طالما أن الثورة مستمرة ومستمرة بسلميتها ومستمرة بهويتها الوطنية وتعرف ماذا تريد هذا يكفي ولا ضير في ذلك هل ستستمر أيضا بنفس الكم وبنفس الشعارات السلمية؟ نعم نعم هذا المأمول أنا أقول شيء واحد هذه الثورة عندها قيادة واعية جدا نحن نرى الشعارات نحن نرى الهتافات نحن نرى أسلوب التواصل كل يدل على أنه وجود قيادة شيء من الأشياء التي تؤلم هذه السلطة وتدعها في شبه جنون هو غموض بالنسبة للسلطة غموض هذه القيادة وعدم معرفتها ولكن هذه القيادة واضحة جدا لمن يرى تنسيقياتها وخطواتها وهوياتها وشعاراتها بل حتى ما يقترحوه من برامج تغييرية على مستوى الدولة والحكم هذا لا يمكن أن يكون عبثا هي قيادة وهي قيادة تؤمن بالسلمية وعندها خطط مرحلية ومستمرة حتى تحقق أهدافها شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي كنت حاضرا معنا في ستوديو العراق اليوم مرحبا بكم